اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وطبعا براحة بوضيفي شرفني في استوديو السادسة كابتن فاتحي مبروك اهلا بك كابتن فاتحي مرة تانية. ربنا خليك اهلا بك وشوف بقى لو عندك حاجة حلوة كده نتكلم قول من المجلس. هنتكلم طبعا هنتكلم. اسمح لي اقول خبر سريعا جالنا على الهوى كده. المشرف طبعا على الجهاز التنفيذي بالاهلي بيجتمع مع المديرين. آآ سيد ابراهيم الكفراوي عود مجلس ادارة النادي واللي تم تكليفه مؤخرا من قبل المجلس في الاجتماع الاخير بالاشراف على الجهاز التنفيذي للنادي. آآ عقد اجتماع مع مدير الادارات بالنادي الاهلي وخيادات الفروع الجزيرة مدية ناصر الشيخ زايد. الاجتماع ده تناول منقشة سير العمل فيما يتعلق بالشق الاداري والتأكيد فيه على المتابعة المستمرة لملف الخدمات مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت المنظومة داخل النادي خلال مرحلة المقبلة. والحقيقة كمان الكفراوي بيبحث مع مدير الافرع بعض المقترحات والتأكيد على تلافي بعض السلبيات في كافة القطاعات الخدمية والرياضية. ويؤكد الكفراوي خلال اجتماع على ضرورة توحيد الجهود من اجل الحفاظ على منظومة العمل وتلبية كافة احتياجات الاعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الادارة برئاسة طبعا كابتن الخطيب. خالص تمنياتنا طبعا بالتوفيق لابراهيم الكفراوي اللي بتولى منصب المشرف على الجهاز التنفيذ بالنادي الاهلي مهمة بالتأكيد صعبة لكنه بالتأكيد قدها ودود.